يتفق اليمنيون جميعاً على أن بن عديو كان واحداً من أنجح محافظي اليمن عامةً وشبوى بشكل خاص قاد محافظته إلى ذروة التنمية والاستقرار متسلحاً بتأييد أبناء المحافظة والصفافهم خلف مشروعه الوطنية التنموية رغم المسامير والعقبات التي زرعتها الإمارات والسعودية في طريقه نمت شبوة في الوقت الذي كان الانهيار الاقتصادي عصف بالبلاد كلها نتيجة تراجع العملة الوطنية فطالب الرجل بخروج القوات الإماراتية من بلحاف وتشغيل المنشأة الغازية لرفض خزينة الدولة وتحسين معيشة اليمنيين من خلال إيراداتها كواحدة من أكبر المنشآت الإيرادية في اليمن ولا يوجد أي سبب ومبرر لتعطيلها من قبل الإمارات صبيحة الأول من أغسطس الماضي ترأس المحافظ بنعد اجتماع للمكتب التنفيذي بالمحافظة ليتفق بالإجماع على ضرورة مخاطبة الحكومة للضغط باتجاه تشغيل منشأة بلحاف وبعد ذلك اشتعل فتيل التوتر في محيط المنشأة وفرضت القوات الحكومية حصارا على بلحاف وكادت أن تطرد الإماراتيين لو لا تدخل السعودية وإعطاء مهلة كاذبة لخروجهم من شبوه وخلال فترة المهلة أزمت الإمارات والسعودية الوضع الاقتصاد في اليمن بشكل غير مسبوق لتضغط على هادي بإقالة بن عديو مقابل منحه وديعة مالية وإنقاذ الوضع تردد هادي في بداية الأمر كونه سيقيل أحد أبرز وأنجح رجالات الشرعية وأكثرهم إخلاصا ووطنية ولا يوجد ما يبرر به سبب الإقالة في كرة القدم يقولون إن الضغط يولد الانفجار والانفجار لعبة إماراتية سعودية ينتظرها الشوانيون واليمنيون دون سابق توقع وما وقع كان كارثة رضوخ هادي للتحالف وإقالته لمحمد صالح وتعيين الطالح عوض الوزير محافظا غير محافظا على شبوه خرج بن عديو من الباب الكبير تحفه هتافات وإشادات أبناء المحافظة على السواء لكن المحافظة دخلت دائرة السوء رغم استعادة أجزائها الغربية التي سقطت وفقا لسيناريو ذات اللعبة بعد ذلك بقليل تغيب هادي عن المشهد وجئ بالمجلس الرئاسي على حين غره وما كان أمام الشعب سوى الترحيب به ولسان حاله أنا الغريق فما خوفي من البلل أما شبوتا فكان المجلس والمحافظ الجديد والإمارات يطبخون المؤامرة ضدها على نار غير هادئة كادت أن تحرق أحد قادتها الأبطال في محاولة اغتيال النجا منها العميد عبد الرب العكب لكن المحافظة أبى إلا أن يغتال منصبه كقائد للقوات الخاصة عقوبة له على نجاته رغم بطلان القرار كونه من اختصاص وزير الداخلية وليس المحافظة الوزير وعلى وقع مذكرات من هنا وهناك شن بن الوزير بميليشيات من خارج المحافظة حربا على الجيش والأمن متذرعا بتطبيق قرارات الرئاسة وإنفاذ السلطة رغم أنه المتمرد الوحيد على القرارات لكنه تمطرس خلف المجلس نفسه الذي ذبح شوة بيديه وسمح لميليشيات لا تعترف به أن تقاتل قوات هي من يناط بها مهام حفظ الأمن وإنفاذ السلطة والمخجل المعيب هو بيان المجلس نفسه بشأن ما حدث في اعتق حيث تحدث بلغة المستيقظ لتوه من نومه متناسيا انتهاك سيادة الدولة بتدخل وقصف الطيران الإماراتي وإهانة الوحدة وإشهار مساعل انفصال وقتل جنوده والمدنيين محاولا في خطابه الهزيل تهدئة الشعب الصاخط منه بعد أن استجار من رمضاء هادي بنار العليمي ومجلسه الذي لا يعد عن كونه قفازا بيد السعودية والإمارات كما يقول اليمنيون ترجمة نانسي قنقر